هذا وقد احتشد مشايخ أعيان عموم قبيلة المرة والقبائل العربية في قصر المملكة بالإحسا تضامنا مع شيخ القبيلة طالب لهم بعد العقاب الجماعي الذي نفذته السلطات القطرية بحقه وبحق 54 آخرين من أفراد عائلته وذلك عبر سحب الجنسية القطرية منهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة